اهلا بكم تلاميذ الصف الرابع في حل تدريبات من امتحانات الإدارات التعليمية الوحدة السنية الحركة المفهوم الأول الحركة والتوقف تابعوني على قناة مصر للتعليم الانتداء مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد نبدأ مع بعض حل التدريبات الشؤال الأول 1. ضع علامة صحة أو خطأ أمام العبارات التالية 1. عند تغير موضع الجسم بالنسبة لنقطة سابتة فإن الجسم يتحرك يعني لو الجسم موضعه تغير بالنسبة لنقطة سابتة فإن الجسم ده بيكون ايه؟ اتحرك هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ صحيحة 2. تتحرك كرة ساكنة على الأرض إذا أثرت عليها قوة أي حركة على الأرض بتؤثر عليها قوة إذا كانت قوة قوة دفع أو قوة ايه؟ أو قوة سحب يبقى إذن هذه العبارة صحيحة عندما يسقط القلم من يدك الألم واقع من يدك فإن القوة المؤثرة هي قوة قوة الجاذبية طبعا أكيد هي قوة إيه؟ الجاذبية اللي أثرت في إيه؟ في سقوة القلم عندما تكون القوة المؤثرة على جسم ساكن متزنة القوة مالها؟ متزنة أولا ما اسمع كلمة متزنة يبقى إذن لا يوجد حركة متزنة لكن لو القوة غير متزنة يبقى إذن في حركة هنا بيقول إيه؟ الكوة؟ الكوة هو متزنة فإن الجسم يتحرك يبقى إذن نقول إيه؟ خطأ السؤال اتنين اختر الإجابة الصحيحة واحد تحتاج الأجسام إلى قوة لتحريكها أي جسم عشان يتحرك لازم يكون فيه قوة تتمثل هذه القوة فيه؟ الدفع فقط السحب فقط الدفع أو السحب الجاذبية الأرضية طبعا الدفع أو السحب اتنين كل مما يلي يمثل قوة قوة دفع قوة إيه؟ دفع ما عادة؟ ركل الكرة طبعا دي قوة إيه؟ قوة دفع الضغط على مفتاح الكهرباء برضو دفع غلق درج المكتب دفع شد مركزين في كلمة شد؟ شد السنارة بعد التقاط السمكة طبعا شد دي قوة إيه؟ قوة سحب يبقى إذن؟ هذه إيه؟ الاختيار رقم جيب تلاتة القدرة على بزل شغل أول ما سمع كلمة القدرة على بزل شغل إذن؟ هي الطاقة عندما يتحرك جسم إلى الأمام فإن التغير الحادث يكون فيه موضع الجسم ولحجم الجسم كتلة الجسم الجاذبة الأرضية لما الجسم بيتحرك إلى الأمام التغير الحادث ده حادث في مين؟ موضع الجسم تلاتة أكمل مما بين القوسين يعني هنختار من ده واحد مقدار الطاقة اللازمة لتحريك جسم من خلال القوة المؤسرة عليه تسمى إيه؟ أول ما يقول له مقدار الطاقة يبقى إذن أقول له إيه؟ الشغل اتنين تبطئ السيارة سرعتها عند نفاذ الوقود يعني السيارة بتقل سرعتها لما النقود بيخلص نتيجة منها نتيجة قوة إيه؟ قوة الشد ولا قوة الاحتكاج؟ قوة الاحتكاج القوة التي تسحب الأشياء إلى أسفل يعني لو أنا معي أقلم دلوقتي ورحت سبته هي هنا هو هي قوة إيه؟ الاحتكاج ولا الجاذبية؟ أهو طبعا الجاذبية أثناء لعبة شد الحبل إذا سحب كل فريق الحبل بقوة متساوية يعني الفريق ده والفريق الثاني كل واحد سحب بس بقوة إيه متساوية؟ فإن القوة تكون متزنة ولا غير متزنة؟ طبعا المهروض تكون إيه؟ القوة متزنة رقم أربعة أجب عن الأسئلة التالية واحد في الشكل الذي أمامك الشكل ده كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهنا كام واحد هل القوة بين الطرفين متزنة أم غير متزنة؟ متزنة لو المجموح نهوت قد المجموح داود لكن هذه القوة ملها غير متزنة في أي اتجاه سيتحرك الحبل اليمين كده؟ أم اليسار كده؟ طبعا سيتحرك الحبل تجاه اليسار كده اتنين عندما تجلس على الكرسي بدون حركة طبعا أنا أعلى على الكرسي وما فيش حركة ما اسم القوة التي تسحبك لأسفل؟ في قوة بتسحبني إلى أسفل اللي هي قوة الجاذبية طبعا بكده ننتهي من حل تدريبات من امتحنات الإضلاطة التعليمية الوحدة الثانية الحركة المفهوم الأول الحركة والتوقف بدعوكم لعمل سابسكرايب أو اشتراك على قناتكم قناة مصر للتعليم الاتداء مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة